اللقيت حكاية من التراث الفرنسي كان يا مكان في قديم الزمان وفي قرية صغيرة في فرنسا كان يعيش ريمي الصغير البالغ من العمر ثماني سنوات كان يعيش مع أمه الحانية الطيبة التي أحبته حبا جما أما والده فكان يسكن بعيدا عنهما في باريس وقد تركهما عندما كان ريمي طفلا صغيرا وكم كان صغيرنا ريمي يتطلع بشوق كبير إلى رؤية أبيه ثانية ماذا؟ هذا أنت؟ إنه أبوك يا ريمي انظر إنه أبوك لقد جاء أبي أبي من هذا؟ إنه ريمي يا زوجي العزيز أيتها الحمقاء لما لم تفعل ما أمرت كبير؟ أبي أبي اسكت ريمي لا بأس إنه مطلعي أحضر لي يا طعام حاضر كان ريمي يعتقد أن له أبا عطوفا رقيق القلب حتى اللحظة هذه لكن ما شهده من أبيه كان عكس ذلك تماما وقد شعر بخيبة أمل كبيرة إلا أنه لم يقطع الأمل فقد تعرض أبوه لحادثة أثناء عمله في باريس مما ترك في نفسه أثرا بالغا وربما كان ذلك سبب تصرفاته الغريبة لما لم تأخذيه إلى دار الأيتام؟ انتبه لكلماتك قد يسمعنا ريمي لم أستطع القيام بعمل فضيء كهذا أبدا عمل فضيء؟ وهل سيغير ذلك من الأمر شيئا؟ إنه لقيت عليه أن يشكرني لأني ربيته أنا لقيت لقيت كلا أتوصل إليك أن تخبره بشيء أرجوك ريمي يا لك من كاذب أنا لست لقيطا أنا ابن أمي أنت كاذب 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 لا خلاص خذ كفا كفا أرجوك كفا لقد وجدتك في باريس منذ ثمان سنوات خدعتني ثيابك الجميلة فظننت أنني سأجري ثروة من ورائك ولكن لم يسأل أحد عنك ليتني تركتك حيث وجدتك لم يكد يصدق ريمي ما سمعته أذناه وفي اليوم التالي حاول الأب القاسي أن يستحب ريمي إلى دار الأيتام هيا أيها تبي ستأتي معي إلى دار الأيتام هيا في تلك اللحظة مر بهما ممثل متجول يدعى في تاليس وقد سمع القصة كلها من الأبي الشرير أرجوك لن يجد هذا الطفل المسكين ما يسره في دار الأيتام ما رأيك أن تعطيني إياه وسأدفع لك عشرين فرنكا في السنة ما رأيك عشرين فرنكا حسنا سر الأب الجشع بما عرض عليه فما كان منه إلا أن تسلم النقود وأعطى ريمي المسكين إلى في تاليس ثم ذهب إلى البلدة أما ريمي فقد انهمرت الدموع من عينيه حزنا على فراق أمه أدرك حقيقة مشاعرك يا ريمي ولكن عليك أن تحافظ على رباطة جأشك لا شك أن أباك رجل طيب ولكنه لا يستطيع أن ينفق عليك بعد إصابته في قدمه يجب أن تعرف يا بني أن العالم مليء بالأحزان والمصائب كن شجاعا ولا تلقي اللائمة على أحد وهكذا بدأت رحلة في تاليس وريمي ومن بصحبتهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتعلم ريمي الكتابة على يد في تاليس كما تعلم الموسيقى والعسف على القثار وكان في تاليس بارع الذكاء وفنانا ماهرا وعندما وصلا إلى المدينة ما هذا العسف هنا ممنوع هيا إلى مكان آخر ماذا فعلت؟ القانون لا يحرم العسف هنا أتفهم؟ ماذا؟ يا لك من أعمق آه 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 لقد تهجمت على رجل الشرطة أنت رهن الاعتقال هيا معي آه في تاليس آه آه وهكذا أدخل في تاليس إلى السجن لمدة شهرين وهاما ريمي وبعض أعضاء الفرقة على وجوههم بعد أن طردوا من المدينة وكانوا في حيرة من أمرهم فكيف لهم أن يعيشوا بدون النقود وبدون في تاليس قائد فرقتهم شكرا لكم جميعا فلم يضحك ولدي هكذا منذ مدة طويلة ما رأيك أن تناول العشاء معا هذه الليلة؟ ماذا؟ حقا يا سيدتي وهكذا تسنى لريمي ورفاقه من الحيوانات فرصة التواجد على ظهر يخت عائلتي ميليغان كانت السيدة ميليغان مرأة طيبة القلب عطوفة وسرعان ما أحبها ريمي وكأنها أمه الحقيقية وفجأة عادت إلى ذاكرة ريمي صورة أمه الحقيقية التي ربته أمي ومضت فترة الشهرين بسرعة بالغة وأتى يوم خروج في تاليس من السجن ريمي فتاليس سيدي عزيزي أخبرني كيف حال الجميع وعندما التقى ريمي بفتاليس ودع سيدة ميليغان وابنها أرثر وانطلقا بجولة فنية جديدة مهلا مهلا أوو الذيقاب يجب أن نشعل النار طيلة الليل انهض يا ريمي لقد هاجمت بذئاب الحيوانات ماذا؟ أسرع أسرع يا سيد بيتالس لا فائدة يا ريمي فلنرجع لا فائدة كلا فكيف لنا أن نترك القرد هناك ما به يا ريمي قرد يا الحبيب قرد يا الحبيب اه قرد يا الحبيب اه قرد يا ريمي اه قرد يا حبيب مسكين انه بارد كالذلج انه متجمد متجمد؟ بعد ان هاجمت الذئاب حيوانات الفرقة فقدت الفرقة الكلب ووجدت القرد على حافة الموت فنقلته الى طبيب البلدة فاخبرهم الطبيب بانه مصاب بالتهاب الرئتين ولم يملك فيتالس نفقات العلاج او الدواء فتنازل الطبيب الكريم عن اجره راضيا قرد يا الحبيب استرح يجب ان تنال قصة من الراحة حتى تستعيد صحتك بسرعة سنراك فيما بعد يا عزيزي وبغياب احد الكلبين عن الفرقة وبغياب القرد ايضا قل عدد المشاهدين انظر يا عزيزي ها هو الدواء حاول القرد ان يلعب دوره على الرغم من مرضه كم كانت فرقة فتالس سعيدة ولكن بعد وفاة القرد لم يتبقى في الفرقة من حيوانات سوى الكلب جابي وفقدت الفرقة شهرتها وقل عدد مشاهديها فقرر فيتالس الذهاب الى باريس بحثا عن حيوانات جديدة بحثا عن حيوانات جديدة فيتالس فيتالس سيدي وتابع فيتالس العجوز سيره دون اعتبار لمرضه كان يود الوصول الى باريس باسرع وقت ممكن سيدي ما بك يا سيدي 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 لم اعد قادرا على متابعة السير احضر لي بعض العشب الجاف حسنا انتظر انتظر ارجو ان تعذرني يا ريمي نحن بخير اليس كذلك يا كلبي والان هيا اذهب للنوم هيا بل سابقى الى جانبك نمو الا لن تذهب الى باريس حسنا تعال بجانبي يا كلبي أنا متابع أنا مطابع أنا مطابع أنا هل استيقظت يا بني؟ أين أنا؟ اهدأ يا عزيزي أنت في منزلي لقد وجدتك هذا الصباح في طريقي وأنا ذاهب إلى السوق والآن هيا تناول قيلة من الحساء وسوف تتحسن أين سيدي؟ لقد مات ماذا؟ كان متجمدا عندما وجدته هذا الصباح يا عزيزي يا للمسكين لقد تسلمت الشرطة جثته إلى أين يجب أن لا تترك الفراشك الآن؟ أين 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 أ وبقي الكلب وحيدا مع ريمي بعد وفاتي في تاليس أين يذهبان لم يكن يعلم ولكن قدميه قادتاه إلى قريته حيث تعيش أمه وأخبرته أمه التي ربته بأنها عرفت أبويه الحقيقيين وأن زوجها قد توفي وهو في طريقه إلى باريس بحثا عنه وبتشجيع من أمه قرر ريمي الذهاب إلى لندن بصحبة الكلب جابي بحثا عن والديه ولقد امتلأ صدره إثارة وارتسمت في مخيلته تساؤلات عديدة حول حقيقة عائلته وبعد رحلة شاقة وصل ريمي إلى لندن فتوجه على الفور إلى مكتب المحامي الذي استحبه إلى والديه مباشرة ها قد وصلنا يا بني هيا تقدم يا عزيزي هيا جيم لقد أحضرت ريمي ها هم أهلك يا ريمي هيا يا بني هيا تقدم تقدم يا عزيزي ولا تغف هيا لما تنظر هكذا اذهب للحظيرة واخلد للنوم هيا لم يصدق ريمي الأمر أبدا وفي وقت متأخر من تلك الليلة أتى رجل بثياب فاخرة ليقابل جيم وزوجته وقد سمع ريمي ما دار بينهم من حديث فأصيب بصدمة بالغة فجيمس هذا ما هو إلا شقيق ملقا والد ريمي الحقيقي وقد تصرف هكذا طمعا في الميراث والآن ما علينا سوى انتظار موت آرثر سأضع الصم في دوائه نعم آرثر ميليغان لقد سمعت بهذا الاسم من قبل لقد تذكرت الآن إذن تلك هي أقمي وآرثر هو أخيه لا لا سيقتلون آرثر آرثر أنا قادم لإنقاذك آرثر أنا قادم لإنقاذك آرثر إنه يزدد شحوبا يوما بعد يوم لا داعي للقلق لا شك أن هذا الدواء سيشفيه وهو من نوع خاص حصلت عليه من لمدا شكرا لك يا جيمس خذ يا آرثر تناول هذا الدواء وسوف تشفى بإذن الله هيا يا بني يجب أن تشرب هذا الدواء كي تشفى يا عزيزي هيا أرجوك داني داني أرجوك انتظر من ريمي ريمي كيف أتيت إلى هنا هذا الدواء مسموم يا سيدتي إن جيمس يحاول قتل آرثر نعم إن هذا الدواء مسموم يا سيدتي مسموم ماذا تقول ماذا قلت أخرجوه من هنا إذن فلندعي الشرطة يتحققون من صحة الدواء يا سيدتي صدقيني اخرس إنه يكذب يكذب كلا فليس من طبعي الكذب أنا وأرثر نعرفه جيدا استدعي الشرطة فورا هيا في الحال يا سيدتي شكرا لك يا ريمي ولكن كيف عرفت حقيقة جيمسي يا عزيزي عرفت ذلك لأن اسمي الحقيقي هو هنري ملقا يا سيدتي مستحيل أنت ولدي هنري غير معقول ولدي أمي هنري ولدي أمي 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 الحقيقية أجل يا عزيزي أجل أمي أحسني أمي 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 اشتركوا في القناة